أتقدم مجدداً باسم الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأزكاء آيات الشكر والعرفان لكافة أعضاء الفريق الوطني لكورة القدم وطقمه الفني على الروح الوطنية الفياضة التي أبدأها خلال هذه المنافسة ولأنهم برهنوا مرة أخرى على أن إرادة الإنسان الجزائري لا تقهر ولا تؤمن بالمستحيل متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المنافسات الرياضية القارية والدولية القادمة كما أن هذا الإنجاز الرياضي التاريخي يعد بمثابة الهدي الثمينة التي وفق محارب الصحراء في تقديمها لوطنهم ولشعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات ترجمة نانسي قنقر